الملك حمد بن عيسى الخليفة وفي قيادة جلالة الملك المفدى يده الله ودعم جلالته الكبير ورعايته الكريمة للسلطة التشريعية منذ انطلاق المسيرة الإصلاحية التنموية الشاملة والمستدامة والتي شكلت نقلة نوعية في المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين من خلال تبنيها المبادئ التي تعزز دولة القادون والمؤسسات التي بنيت على أسس دستورية عصرية وحضارية وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب في البرقية أن التعديلات الدستورية المنبثقة عن مثاق العمل الوطني دشنت عهدا جديدا من الإصلاح السياسي والديمقراطي في إطار الملكية الدستورية العصرية وسيادة القانون على أسس من العدالة والشفافية دعية المولى عز وجل أن ينعم على جلالة الملك المفدر عاه الله بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار